السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده يعني اللباس بخير ما كتكونوش غالسين كتفقروف شخص حتى كعيت لكم في التليفون او كتطلبوشي حاجة كتباليكم مستحيلة حتى كتلقاوا راسكم تحقات بشي طريقة ما فكرتوش فيها نهائيا واش فكرتو اشم السبب ديال هاد الحالة غير المفهومة وكيفاش ترجعو هاد الحالة لصالحكم بحيث فيما تطلبوشي حاجة او تحلمو بها بتحقق ليكم هادشي اللي كنهضر عليه هو ما يسمى بقانون الجذب الى فهمتوهم زيان غتغيرو حياتكم بالطريقة اللي بغيتو بلا ما اتمحنو قانون الجذب هاد القانون كيخليكم بحل المغناطيس كتجذبو اي حاجة غير انتو ما غتغتارو واش غتجذبو الحويش الزوينين ولا الحويش الخيبين هاد القانون استخدموه العباقرة والاثرياء واتقلب تحياتهم رأسان على عاقب من بعد ما كانوا فقراء ولو كيلعبو في الملايير اياه الملايير هاد القانون كيقول ان الافقار اللي كتفكروا فيها كتجذبوها لكم ما اللي كتفكر في المشاكيل كتجذبها لك كيوالي وكتار وإلا فكرت في الديون كيتتراكمو عليك أما إلا فكرت في الفلوس كيجيوك وإلا فكرت في الخير كيتدفق عليك هاد القانون استخدمو انشتاين وبيت هونفن والعديد من العلماء والمشهورين شكونك يعرف الممثل الامريكي الكوميدي جيم كيل كانك يعيش فقير لدرجة تخرج من المدرسة اللي كانك يقرأ فيها واشتغل فيها كيغسل المراحيد بل كان كيعيش هو والأسرة ديالو في واحد السيارة قديمة كان كيفكر انه غني بل وحتى البيت اللي كيعيش فيه من اللي غادي واللي مشهور تخيله وتخيل التفاصيل ديالو وتخيل راسه مشهور وصدق هاد تخيلات واكتب لنفسه شيك فيه ملايين دولارات كان فرحان بالتخيلات ديالو تحقات وتسنى انها غادي جهندك يعني اللي عليك انت هو انك تطلب الامور اللي بغيتي وتصدق انها تحقات وتعيش على اساس انها معك ومن بعد ما غا تعرف منين نزلت عليك يقدر يجيكم هاد شي خيال او ضرب من السحر او هدران ما تشري خضرة ولكن إلا رجعنا للمصدر اللي يجب منه هاد القانون هادينا عارفوا انه بزاف كيقولوا انه بودا اللي كيعبدوه في اسيا هو اللي يجب هاد شي ولكن إلا رجعنا لإسلام نلقاوا انه هاد القانون كان في الدين ديالنا وغا نعطيكم الأدلة عليه العبادة القلبية العظيمة في حياتنا كمسلمين كنغفلوا عليها احنا بزاف وهي حسن الضم بالله سبحانه وتعالى وصيدق التوكل عليه وبالطبع مع الاخذ بالاسباب كيقولوا رواد هاد العلم في العالم بان كل انسان يوجه تفكيره بإيجابية نحو اي هدف كيرغب انه يوصل ليه كيجذبه في حياته وغادي يتحول الى واقع ملموس بشرط انه يآمن ايمانا كاملا لا يقبل شك انه غادي يحصل عليه ويحقه لا محالة الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تعملوا معي هذا النص القرآن الرائع اللي يجتمل على عناصر الجذب الله سبحانه وتعالى مالك يقول واذا سألك عبادي عني السؤال بمعنى الطلب ولكن ثم الطلب ديالكم واش كتطلب الله ام كتبقى غير كتشكى عليه الله سبحانه وتعالى كيفتح لك افاق لي للدعاء وانت كتك تكتر عليه من الشكوى والألم فبتالي كتجد بالحياتك التعب والألم ولكن لو طلبتي العفو والعافية والمال والذرية ربي غد يحقق لك الاماني ديالك هو يقول فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان يعني واش جربتي انك ادعى الله سبحانه وتعالى بصدق الناس ما كيدعوش بصدق كيقول كيفاش انا انا مثلا بغيت فيلا سوف غنقول الله اعطاني فيلا اواهم انا غد جيني انايا وكيفاش غندير لها وانا عندي واحد الاجر اللي كانت قدع قليل انت ماشي شغلك انت قد طلب من الله سبحانه وتعالى والتنفيذ ربي تدير ليه طريق عمركم سمعتوا ان واحد بين ليلة وضحاها الصباح من الاغنياء الله سبحانه وتعالى بيديه خسائن السماوات والارض وما كتعرفش امتى غد يفتح لك الله سبحانه وتعالى هاد الابواب يكفي انك تدعوه والدعوه بوحد الصدق يعني يجرب انك تختالي مع نفسك في طولة الاخير من الليل مع الله سبحانه وتعالى بدون واسطة وبدون رياء او لا سمعة او تسنى الناس يمضحوك اطلب من الله هذا الشي اللي بغيتي وكون على يقين ما فيش شك ان الله غيستاجب لك الدعاء انت طلب اللي بغيتي ما تحددش طالب ديالك على حسب ذك شي اللي عندك انت خس الطالب ديالك تحدد على ذك شي اللي كيملكو الله سبحانه وتعالى مليك يكون عندك شك واش الله غيستاجب ليه ولا ما استاجبش هنا رك يتهرس الدعاء الدعاء مليك الدعيك اطلب من الله سبحانه وتعالى ستكون على يقين تام ان الدعاء غيكون مستجاب الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وقال ايضا انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله إلا ظن نتي بالله سبحانه وتعالى الخير غادي يجيك الخير إلا ظن نتي الشر غادي يجيك الشر إذن نرجع القانون الجد تخيل ان عندك سيارة من النوع الفلاني وقل مع راسك صافي هدي هي اللي بغيت وصافي راها عندي وفكر في الداخل ديالك انها فعلا عندك وبتسم وفرح وعيش سعادة ديال ان ذاك الحاجة عندك جربوها معايا بيقين غتلقوا انكم فيما غادي تخرجوا الشارع غادي تلقاو هاد النوع ديال السيارة اللي انتو حلمتو بها ربما اشهار غادي تطلع لك في مواقع التواصل الاجتماعي في هاد النوع ديال السيارة هادا معناه انكم بديتو قتمرتو عملية الجذب مع التمرين عليها غادي يقولي جسمكم بحل مغناطيس كي يجذب اي حاجة فكرتو فيها فقط خاصتكم تفكروا في الاشياء الجميلة بي تجذبوها مشي الاشياء القبيحة والمشاكل من اللي كتفكر في واحد المشكلة وكتبقى تفكر فيها وفي الداخل ديالك تغلي ما كتحش كيفاش المشاكل كتزيد تكتر عليك اما يلا فكرتي انه ران تعيش سعيد بيخيرو على خير ما خاصك تخير هنا اربي يعني تيجيب لك وتيفتح لك ابواب الخير ما كتعرفش الخير يعني منين كي يجيلك انا عطيتكم فقط نبدع عن قانون الجذب في الفيديوهات الماجئة ان شاء الله ارادكم قصص ديالنا ما ارسوا هذا القانون وكيفاش تغيرت حياتهم وتفاصيل دياله هذا القانون ان شاء الله شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة